اشتركوا في القناة انها تستشعر كمية الجلوكوز التي تصل الى المخ وتحفزهم للبحث عن المزيد منها اذا عانت من نقص فيها الجلوكوز هو مركب من الكربوهيدرات يمد الجسم وخلايا المخ بالطاقة المواد النشوية والسكريات تحتوي على نسبة عالية من الجلوكوز تتسبب في زيادة الوزن وخاصة عندما يتم تناولها بصورة كبيرة ويومية وايضا في ساعات متأخرة من الليل حيث لا يتسنى للمعدة القيام بوظيفتها على الصورة الصحيحة جيمس غاردينير القائم على هذه الدراسة وناشر نتائجها في دورية التحقيق السريري اوضح ان سبب تفضيل البشر لاكل الحلوة والاغذية النشوية والبحث عنها دوما يرجع الى اعتماد المخ البشري على نسبة كبيرة من الجلوكوز التي تمده بالطاقة غاردينير اضاف الى انه يمكن خفض الرغبة الشديدة في الحصول على جلوكوز من خلال اتباع حمية غذائية او اخذ عقار يعمل على منع البدانة وجاء في نتائج دراسة ايضا ان بعض الاشخاص يأكلون المزيد من الاطعمة النشوية في بداية الوجبة ليشعروا بالشباع بشكل اسرع وبالتالي يكون هذا النظام هو الامثل لمن يستشعر بالحاجة الى الجلوكوز بشكل كبير